السلام عليكم دعني اليوم شهر لكم طريقة فتح تطبيق الراجعة في جهاز ثاني يعني جهاز مش موثوق اول قبل كل حاجة ننزل التطبيق ونفتحه الطبيعي بعد ذلك كذا جانا مقدما نعمل تخطي بعد ذلك هنا نكتب رقم الهوية وهنا تحت الرمز السرين نعمل تسجيل دخول كما تشاهدون هنا يقول لي محاولة تسجيل دخول من جهاز غير مسجل يعني اضافة الجهاز القائمة للجهزة الموثوق اعمل هنا اضافة بعد ذلك هنا اديني خيارين الخيار الاول التفعيل باستخدام جهاز الموثوق مسبق يعني اذا كان عندي جهاز مفتوح فيه النفس الراجعة اعمل له من هنا الخيار الاول طبعا اذا كان عندي الحساب مفتوح في جهاز ثاني ادخل على الصفحة الرئيسية بعد ذلك اذهب الى هنا نفس المكان الذي في الصورة هنا بعدين ننظر هنا عندى التفضيلات بعدوا التفضيلات هنا عندي ادارة الي جهاز هنا كما تشاهدون عندي نوع الجهاز طلب توثيق هذا طلب توثيق اذا كنتعدي طلب توثيق يعني فتحتك كذا يجيني طلب توثيق اعمل له هنا قبول اذا لم يجرد و إن اضافة قبول evento هو استقبال مكالما الخيار الثاني الاستقبال المقالما طبعا كما تشاهدون أنا عندي عملت الآن طلب مكالمة هنا عندي الخيار الأول هذه المكالمة جات ادخلوا رقم سري مواقق المرسلين أجوائكم شكرا لكم مع السلام طبعا كما شاهدتم إذا جاءنا اتصال يجيب لنا رقم عشوائي طبعا يجيب لنا 7 8 9 على حسب الأوامر الصوتية الذي يجينا إذا جاءتنا الرقم واخترناها لنعم طبعا سواء كانت بالانجليزي ولا بالعربي إذا كانت بالانجليزي برضو نجب أن نستمع ونننفذ نفس الخطوات يقول لنا إذا كان يس إذا كان يس نضغط مثلا بريس 7 بريس 6 بريس 5 يعني نختار الرقم بعد أن نختار الرقم ندخل على الرقم الذي هو موجود في الرسالة رقم يجينا في نفس الاتصال يجينا رقم سري أربع رقم ندخل الرقم إذا كانت بالعربي ولا بالانجليزي إذا دخلنا الرقم خلاص يعمل موافقة ونستطيع الدخول مباشرة الآن كما تشاهدون أفتتع عندي طبيعي ولكن الطريقة الأسهل إذا كان عندنا الحساب مفتوح في جهاز ثاني ندخل على نفس الخيارات ونعمل له توثيق من نفس الخيار ترجمة نانسي قنقر